بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للحالة الصحية ديال اللاعبين ممكن الطبيب فارق سيد سايد زكيني غادي جي وعطيكم التقرير النهائي لحالة ديالهم خاصة بعد ما حصلوا لتقارير ديال كوشوفات بالنسبة لنحنا في الميدان فتح نشتغل مع جميع اللاعبين لحاضرين عدنا 22 لعب الحمد لله جاهزين لأن الإصابة ديال اللاعبين الآخرين فيه ماشي مقلقة وبالتالي المباراة ديال يوم الأحد مباراة مهمة لنا ان شاء الله بشبقواوا غاديين في نفس النسق وغادينا نشاركوا اللاعبين جاهزين في هذه المباراة ان شاء الله بالنسبة لشخصيا جميع العناصر اللحاضرين فهي تتحدى ابتقاء ديالنا في هذه المسابقة هذي غادينا نعطيه فرصة اللاعبين اللي ما شاركوش مباراة سابقة باش يكدوا على الأحقية ديالهم بتواجد هنا وباش يعطيونا تصور على أشنو نتاظروا منهم في المباراة المقبلة المهمة جدا بطبيعة الحال الدخول ديال هذي اللاعبين فهو مهم باش ما ما يتعطلوش على اللاعبين الآخرين لان تأنافسيا ولوريسم ديال اللي ماتش ميمكنش نجيبوه دي ماتش ميكو بتالي هذي مباراة مهمة بالنسبة لنا خاصهم يكونوا في المستوى خاصهم يظهروا بوجه جيد وخاصهم يحقون نتجة إيجابية لأن هذا مطلوب منهم تكلمنا معهم على أننا عندنا تتقى فيهم توجد ديالهم هنا تأكد على أنهم تستحقوه وبالتالي مطالبين باش يأخذوا المسؤولية ديالهم باش يكونوا في المستوى وخليونا في الإيقاع اللي ديال التنفسية وديالجاهزية وديال وطابع الإيجابي اللي احنا غاد ينفضن طلاقة فيه إن شاء الله ما عندناش تفضيل بالنسبة الآن احنا غنجلوا المباراة الأولى غاد ينلعب ضد سودان والنتيجة هي غير تحدد ثم المجموعة الأخرى ربما هم اللي غيكون عندهم تفضيل لأنهم غير يلعبون من بعد مننا غيكونوا عارفين الترتيب ديالنا وبالتالي هم اللي ممكن أنهم يبحثوا ولا أنهم يواجهون ولا ما يواجهوناش احنا طموح ديالنا وننبقوا مدينة الضار البيضاء نحقوا نتيجة إيجابية اللاعبين كلهم يكون عندهم تنافسية نوصلوا اللاعبين لما لابوش في المباراة الججل الأخيرة لنفس الحالة ديال المنافسة اللاعبين الأخرين ثم ننسترجع جميع اللاعبين لأن الإصابات فالضرف هذا إصابة تتبقى عائق كذلك الإنظارات لازم أننا نجنبوا الإنظارات وأننا نلعبوا بواقعية ولعبوا بجدية إن شاء الله باش نبقوا كاسبين التعاطف ديال الجماهير ديالنا إن شاء الله بالنسبة لنا حاليا الهدف هو أننا ننشو بعيد فهذا المنافسة وطبيعة الحال المشروع ديال المجموعة هو اللي عنده الأولوية الآن لأننا إن شاء الله إلا حققنا المشروع ديال المجموعة الآن اللي تنبحتوا عليه وديال ننهيو هذا المشروع ديال هذا الفريق هذا بتتويش فتنظن بأن باقي الأهداف هي غدا تكون متحققات ضمنيا عن حقق ضمنيا مجموعة ديال الأهداف الفرضية وبتالي أهم شيء بالنسبة لنا الآن هو أن المجموعة كلها عندها نفس الهدف عندها نفس الطموح وهذا شيء جيد لأن باش تعيش فترة طويلة اللعبين لما تيلعبوك اللعبين لما تيلعبوش كل اللعبين كل اللعبين عنده الخصوصية ديال وعنده الشخصية ديال وبالتالي هذا مهم جدا أن نبقا وفغادين في نفس الحالة ديال المجموعة وبنفس القوة إن شاء الله هذا تشكل دعم لنا وبالتالي إلى حققنا الهدف ديال المجموعة تنظن بأن الأهداف الأخرى كلها غدا تجي إن شاء الله في السياق